أكد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة خاصة الغاز الطبيعي والمسال والكهرباء وإنتاج الهايدروجين الأخضر تمهيدا لتصدير فوائد الطاقة إلى أوروبا جاء ذلك خلال استقبال شكري مفاوضة لاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع أوليفر فرهيلي بمقر وزارة الخارجية كما عرض وزير الخارجية لاستعدادات والجهود الجارية لاستضافة ورئاسة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ قاب 27 كما أكد وزير الخارجية على أهمية استمرار التعاون للتعامل مع تداعية الأزمة الأوكرانية على مصر خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي لا سيما من خلال دعم المشروعات المتعلقة بالزراعة وتطوير التكنولوجيا الزراعية وغيرها من المقترحات طويلة الأجل